اهلا وسهلا فيكم حبابي في تجتيدي اليوم. رح نحكي عن تجارات واستفسارات عن فيفا ويب اوب تلاتة وعشرين. آآ فيفا لاتر رح اعرض لكم اياها وفيه تجارات رح اعرض لكم اياها. وراح اعرض على استفساراتكم اللي اسألتوني اياها على التليجروم. رح احاول ما قد تكتري بهذا الفيديو لحتى ما اخذ ما اوقت بالمونتاج. وعرض لكم اياها باسرع وقت ممكن. فلا هيك سامحوني اذا كان في شوية اغلط. ولا خلينا نروح على الكمبيوتر بسرعة وعلى خلينا نبدأ بالاستفسارات. اذا الاول مرة عم تشوفني فلا تنسى تعمل سبسكراب القناة وتفعل زر الترس لحتى توصل لك كل اشعارات اول واول. وتشوف الفيديو اصرع وقت لحتى تقدر تشتغل عليها. طبعا هط لايك لانوار بخسرك شيء وانزيل على جروبات التليجرام والواتساب للتجارات الايمنجانية وايضا في اشتراك. اشتراك بسيط جدا باول شهر. آآ بتقدر تستفيد منه الفيديو كتير كتير. كل يوم بنزل حوالي كل ساعتين تقريبا بنزل. وراح اشرح اللي بستخدمها. كيف تنزلها. وكيف تشتغل عليها بامام بدون ما تخدمها. هلا خلينا نبلش بلكم باسم الله. اول شي حابب ارد على استفساراتكم. اول شي معنا آآ تعليق من عبد الرحمن اشرف. ازاي نستخدم في التجارة امتى نعمل وامتى نشتري وازاي نستخدم فيلتر التجارة بالسنايب شكرا ما تهودك. هلا انت بتروح على وتحط الفلتر متن ما قلت لك انا. وبتحط له سعر معين للشراء وبعدين بترجع بتبيعه. بكل بساطة. طبعا هذا هو اول استفسار. تاني استفسار معي كرت خيسوس وكرتين دي باي. لو بعتهم دلوقتي هكسف فيهم هيبق معين سعر ماكسيمان. آآ ابيعهم واجيب لحد من اللعبة تنزل ولا اخليهم وابيعهم هما واللعبة تنزله. يعني اصده انه معا كرت الخيسوس. كرتين دي باي. يبيعهم ويجيب آآ سانتي ماكسيمان ولا يستنى ويبيعهم هما لما اللعبة تنزل. طبعا انا اقتراحي انك تبيعهم والتاجر بالكونز طبعهم. وقبل بيوم واحد من نزول اللعبة جيب الكرت اللي بدك يا. آآ ادخل فيها. يعني من اذا بدك جيب سانتي ماكسيمان جيبه قبل يوم واحد من صدور اللعبة. طبعا انا سبق ونزلت آآ مبارح كوناتي وريقولان للآآ طبعا آآ للتجارة. هلأ آآ ازا بدنا نشوف كوناتي قديش سعره حاليا. ابراهيم كوناتي. طبعا انا قلت يجبه بتلاتة وثلاثمية. من ثلاث تلاف لتلاتة وثلاثمية. حاليا ما في منه بتلاتة وثلاثمية. ولا تلاتة وستمية. ركزوا معي. حاليا سعره صار تلاتة وثمانمية في من اي صيدة. داخل بالحساب المافيو كوناتي. طبعا ابراهيم كوناتي بتلاتة وثمانمية وتلاتة وثلاثمية وتلاتة وثلاثمية وتلاتة وثلاثمية. انا قلت له ان الشباب بجيبه بثلاثة وثلاثمية. هيك كان سعره الصبح. طبعا في لعبين متزاد مستمر. ليش كوناتي? كوناتي لانه راح الناس تبدأ فيه باول اللعبة. فرح يغلق مع يومين او ثلاثة راح يزيد سعره. هلأ باليوم عم يزيد خمسمية ستمية. طبعا في حال نزول تحديات راح يزيد اكتر. لانه الناس راح يصير معها كوينز وتشتري اللاعبين وتجهز تشكيلاتها هلأ. طبعا قلت يبوه تقريبا بتمانمية كوينز. خلينا نشوف حال الان سعره قديش? ما في بتمان مية. تمامية وخمسين. زاد شي بسيط. ولكن مو هي الزيادة المطبع لا لا. طبعا مستنيا انتظر تحدي ليش رايجونان لانه رجالوان طاقاته كويسة. ايضا في ناس راح تبلش فيه بالتشكيل الاسبانية. وبالدور الاسباني راح تبلش فيه لانه جنسيته ممتازة. وايضا هو كارت بيلمع. وايضا بيفيد بالتحديات. فهو راح يغلق اقل الشي يوصل الالف خمسمية كوين. وهي التجارة للناس المتفرين. خلينا نروح الاستفسار اللي بعده. طبعا في واحد عم يقول كيف راح تكون طريقة التجارة يعني اول مرة اسويها وكيف ما كسبها واللعبين فيهم راح تلسل صورهم هنا ولا على الواتس. طبعا انا بنزل كل يوم لعب او اتنين فيهم. على التليجرام او على الواتس. شوفوا نوما بتحب. وبتشتريه النقط بقول وبتبيعه النقط بقول ايضا. وفيه فلاتر بتقدر تشتغل فيها بطريقة اه من نفس الوقت اللي بنزل فيها الفلتر. وهلأ راح اشرح للناس كيف تشتغل على الفلاتر. ولكن ما سخلص سلاسية. ممكن نصيح تجارة ماية عشرة كيه عايز ازودهم. اشتري واشتري وصيب مبلغ وسيط الفين او تلاتة الاف كوينز اشتغل فيهم على الفلاتر. يعني الفلاتر ازا بتكسب ميتين او تلاتة ميت كوينز اه باللعب الواحد فعم تزود. بالذات انه ما معك مبلغ كبير هو عشرة الاف كوينز فقط. في واحد عم يقول اه اشتري لعب زي صلاح بميت الف تقريبا وبيعه لما لا بتشتغل ولا تاجر بالفلوس. اكيد اكيد يا صديقي انك تاجر بالفلوس. طبعا انا معي صلاح لانه طلعي بالباكات ولكن اكيد ما رح ارمي لانه معي كوينز. هلأ حاليا صلاح لما طلع باول يوم كان ستين الف كوينز. بس طبعا ما هذا ما هو يشتري يعني. والحمد لله انا عم اكسب فيه. هلأ حاليا اقل نسخة مئة وثلاثين الف كوينز. طبعا راح يزيد اكتر. ولكن انا ما بنصحك تجمد مئة تلاتين الف كوينز. يا اما بيع الكوينز بحوالي تلاتين دولار او خمسة وعشرين دولار. يا اما يعني هلأ مسلا ممكن تشتري اللاعب. بكرة يزيد سهره اكتر. فبالتالي انت عم تكسب يعني تشتري منه تلاتين اربعين نسخة لهذا اللاعب. فسعره بيزيد فانت بتكسبه. وبعدين قبل بيوم واحد بتجيب اللاعب اللي بدك يا بتشكيلتك. يعني بتعمل تشكيلتك قبل بيوم واحد من نزول اللاعب. عندي الويس دياز سعره عشرين الف ابيع ولا انتظر بخافي اغلى واكون بيعه اخافي انتظر ويرخص. ازا معك كوينز ما تبيعه لانه راح يغلى مية بالمية. طبعا ازا ما معك كوينز وماحتاج الكونز لحتى تتجير بيعه وتتجير بالكوينز وانت هيك هيك راح تربحك. ولكن ازا ما معك كوينز فتركه راح يغلى استثمار جيد بتركه ورح يغلى فيما بعد. طبعا هلأ راح اشرح لكم كيف بنشتغل على الفلاتر اللي بنزلها. على المشتركين وعلى المجاني ولكن المجاني قليل ان نزل فيه فلاتر. ولكن المشتركين فبيكون فيه كتير. هلأ فيه اه فلتر نزلته. والدولة الموني. طبعا هدا الحاكم يومين هدا الفلتر نزل هيك ممكن ما يكون شغل ولكن انا راح اشرح لكم طريقة شراء وبيع اللاعبين بالفلتر. بعد ما بتحط الفلتر متل ما قلت بتشوف سعره. يعني حتى لو انا كاتب سعر بتشوف السعر الحقيقي لانه الفلتر مع الوقت حتى لو نص سعه سعره بيتغير يا اما بيزيد يا اما بيغلى. حاليا رخص الفلتر كتير تقريبا كان كان عم من بعض الفين كوينز ولكن حاليا لانه ما فيه تحديات رخص. حاليا اقل اللاعب عم الماء الماني مسلا عم نشوف بالف وثلاثمية فيه كتير. فانت يا بتاخده شوفوا كيف من نشتري الفلاتر اللي انا بنزلها. هلأ عم نبع بالسوف الف وثلاثمية. شو من اهملنا احنا? يا منحط الف. طبعا هي بالنسبة للناس اللي ما عندها سنائب. ونضع عم نبحث ونرجع بس بسرعة بطريقة سريعة انا هيك. عم نشرحها للبسيط. من من ضل حاطين الف او الف ومية. من ضل عم نبحث ونزود هاي. ليش بزود هاي? لانه الصفحة بتتحدث وبتطلع لك لعبين اكتر. طبعا بتضل عم تعمل هيك لابين ما يطلع لك. يا اما بتحزف هاي وبتحزف هاي. وبتحطهم بالبد. المكس طبعه مسلا الف ومية كونز. وبتدخل هون وبتعمل عليهم يعني شوفوا هذا البيد طبعه على الف ومية فخلص ما بناخده لانه سعره الف وثلاثمية. هذا البيد طبعه حاليا الف ومية ايضا. هذا الف ومية. يعني حاولوا الدوره على شي اقل. في واحد يعني عمل عليهم كلاتهم. فبيكون عم يشتغل. بالدورة على فلتر اللي عم نسل لكم ياه. ويا اما بتعمل عليه. بتعمل على صفحة او صفحتين. والنسخ اللي بتاخدوهم بتبيعهم بالسعر الاصلي بتكسبو فيهم. يا اما بتاخدوهم صيدات متل الطريقة الاولى بتتكبو هون. اقل من السعر بميتين كونز. وبتظل عم تبحثوا بما تلاقوا واحد. طبعا المساعدات جيدة والصيدات جيدة. بالذات اذا معك سنايب فالصيدات افضل. حتى البيد بتقدر تعمله بالسنايب. ولكن انا ما بحب اعمل بالسنايب. طبعا هلا بدي اعطيكم فلتر عالسريع. ازا بدنا نحط مسلا اه سلفر. وبنحط مسلا 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 مسلا. ومسلا بنحط الدوري فرنسي. مسلا. يعني هاي فلتر عم اعمله معكم. نروح نشوف مسلا. طبعا حاليا لانه الساعة تنتين بالليل. لانه ما نزل تحدي فممكن نلاقي كتير لعبين. يعني هلأ عم ينباع ب الف ومئتين. او في نسخة ب الف. هلأ نزلت. احنا ما نعمل? نحط تسعمية هون ونظل عم نبحث لابين ما يطلعنا اللعب. اما منحط هون تسعمية ومنزيد عليهم لابين ما نقدرنا ناخدهم. طبعا ممكن ما يكونوا نسخ كتيرة ولكن منزيد على هدول كلهم الخمسة. بدهم نسعى لا يخلصوا. منزيد عليهم تسعمية مسلا او منزيد عليهم بخمسمية ونظل عم نتابع لابين ما نوصل تسعمية ومناخدهم ونبيعهم ب الف وازا اخدنا ثلاث اربع نسخ من نكسة فيهم جيد. طبعا انت بس زاد عليه بيروح هون يعني قائمة المتابعة. طبعا بس بس يصدوا لهون بتشوف كل الناس اللي عم تتابعها. طبعا بس تشوف كل الناس اللي عم تابعها بتعد زاد عليهم واحد واحد. فلهيك انت بتجري تشتغل على كزا فلتر مزاعدات مع بعض. وكل الموضوع سهل. بتروح ايضا على الدوري الالماني مسلا. ايضا منشوف ارخص سعر ما في ب الف ومية. الف وسبعمية في كتير بنحاول ننقص للالف اربعمية مثلا. ب الف وثلاث مية الف واربعمية سعر الفلتر. كالعاد يا ما نحط هون الف ونحاول نصيده. يا ما بنحط هون الف مسلا او الف ومية. وبنعمل عليهم مزاعدات. ما في ابدا حدا عامل عليهم بيد. كلهم معروضين بالسعر المزبوط. لهيك بناخدهم صيدات فقط. في ناس مسلا عاملينهم ب الف ومية ولكن هذا ما فيهم مكسب يعني. ما لقيتهم بالدور بالدور اللي بعده. وتحط طبعا من دور ما نظل عم نبحث بالدورات الكبيرة. الدورة الاسباني سيلفر. يعني تقريبا هذا سعرهم بكل الدوريات. ب الف خمسمية و الف اربعمية اقل نسخة. يا اما بتصيدوهم يا اما منحط مزاعدات. شوف هون مسلا هذا معمول عليه بيد بتمامية وخمسين من ناحية تعمية. هذا معمول تسعمية و خمسين من الف وهكذا. لحد ما نوصل لسقف السعر تبعنا لحتى نترك مكسب حتى لو كان قليل. بيتوا لهون بنضلع من تبعوهم ونضلع عم نعمل لهم لحتى نوصل لسقف السعر. يعني مسلا هاد عم ينبحل ينبسوه ب الف وثلاثمية فانا بعمل عليه اقصى سعر بعمل عليه بيد الف ومية لحتى يضلال يمكسب متين كونز. غير لهيك ما منعمل يعني مسلا ما مروح لعمل بيد ب الف ومتين لانه ما منقدر نبيعه ب الف وثلاثمية ونكسب ما منكسب نكسب عشرين كونز فما فيها ما كسب. اعتمنى الفكرة تكون وصلت للناس. يعني هايما ما تنبعد في الاتر انت بتقدر مسلا تغير المركز تحط مسلا سي بي دور اسباني. سيلفر مسلا بتحط تسعمية بتشوف. في كتير. سبعمية وخمسين ايضا في كتير خلاص من غير البلد او من غير الدور يعني. طبعا الانجليزي ما فيه. كالعادي يعني انا كنت بعرف انه ما فيه بسبعمية وخمسين. فيه بثمان مية اقل شي. فانت بتحط ستمية وبتبلش تصيد. يا اما بتحط مزيادات ستمية وبتبلش تاخدهم مزيادات لحتى تقدر تجيب اللعبة. شوفوا في كل هدول تدون ساعة. تقريبا اتمنى او تسع نسخ. اتمنى تسع نسخ من هذا الفلتر اتمنى تسع نسخ من هذا الفلتر. بتزاد عليهم كلاتهم بتحاول تاخد لك عشرين تلاتين لعب خلال ساعة. تكسف في كل واحد ميتين تلاتمية كوينز. اه تلاتمية كوينز ضرب اه مية نسخة حوالي تلاتين الف كوينز. فما كاسب جدا جدا جيدة ببداية اللعبة. طبعا لازم نتعذب لانه محدة مع كوينز. يعني الواحد عمي طالح تلاتين اربعين الف كوينز. اه خلال تلات ساعات تقريبا. يعني هذا هو الحد المعين حاليا. مو متل الجزء السابق باخر اللعبة مكاسب اسطورية. لا. طبعا متل ما لكم شايفين هذا الحساب الثاني اللي معي ستة وخمسين الف كوينز. وحاطت هون شوية العيو عم ينبعه. طبعا طلال لي ارنولد بس ما الاسف عم ينبع بالميني ومع ينبع. هو وياسين بونو. ايضا الميني تابعه ومع ينبع. عرضه عرضه عارضه شي خمسين مرة ما مينبع. وطبعا طبعا طبعا انه ما ينبع. مستنيني قال له الميني تابعه او اللي بتنزل حتى ينبع. الحمد اللي انا الكنز اللي عم طالعه عم اه بيعوا على طول يعني. ما مترك ما يشي ابدا. لانه سعر حاليا الكنز مولع. طبعا بنصحكم بنصحكم تعملوا هذا التحدي بيعطي لعبين دهابيين بينبعه. وبنعمل من النادي وعملوا لانه ايضا اللاعبين تابعته بينبعه ممكن يطلاقون جدا جدا لعب ممتاز. طبعا ايضا بتدخل على وعلى وبعدين تدخل على طبعا هو ما بيتيك اشعر. بتكون انت مخلص كل هدول. اه ما جايك اشعار فانت بتدخل بتاخدهم. كل واحدة بتعطيك الف خمسمية كوينز. فمجموعة حاليا خمسة اه الف خمسمية تقريبا اه تقريبا عشر تلاف خمسمية تقريبا. او تسعة تلاف خمسمية. تسعة تلاف تسعة تلاف كوينز. طبعا انت بتبلش بتخلص. كل ما بتتاجر وبتتبيع وبتشتري العيبة بتخلص. طبعا ايضا هاي بتكون مخلص منه. وما عم يجيك اشعارات من بره. ما بعرف ليش ما بيجي اشعارات على بره. يعني هم ما بيجي اشعارات ان خلصت المهام. بس بيجيك اشعارات انك خلصت هاي. فلهيك تأكد كل شيء من الميلستون انه في مهام عملتها فاستنمت واستبيتها. بيجيك فيها باكيجات بتنبع وباكيجات ما بتنبع وبيجيك فيها كوينز. فانت بتتر تستخدمها متل ما بدك. ازا حدا عند اي استفسار بازل الله بحكي عنه بالفيديو الماضي. دخلوا على التليجرام وشوفوا اي متى راح انزل الفيديو. ايضا راح انزل بست متل هاد. لحتى الناس تكتب تعليقاتها وتكتب استفساراتها. ازا عندكم اي استفسار دخل على قناة التليجرام. واستناني لما انزل بست نزل عليه استفسار. كما اكون احمد سليب اتمنى يكون الشرح. مفيد نوعا ما اطول الفيديو تقريبا صلي تلت ساعة. اول مرة بصور هيك فيديو طويل ولكن حبيت افيدكم. اتمنى تكون استفدتم. اتمنى تحطوا لايك. شكرا لكم على متابعة. والسلام عليكم.